موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى حديثنا حول لذة العبادة أو التلذذ بالعبادة الحقيقة يعني نحن نؤدي العبادات من شعائر ومعاملات وأخلاق نؤديها بالكيفية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه لكن مع كثرة المداومة قد تتحول هذه العبادة فتصبح عادة والإنسان بمرور الوقت والزمن يصبح لديه نوعا من الفتور أو نوعا من الأمور التي يؤديها كأمور عادية في حياته ذلك لأنه منذ الصغر وجد أبويه على هذا الحال وبالتالي هو يؤديها كما وجد السادقين يؤدونها والله تبارك وتعالى ما يريد منا هذا إنما يريد ربنا تبارك وتعالى أن نرتقي في العبادات والطاعات إلى درجة يستشعر معها الإنسان المؤمن لذة الطاعة وحلاوة العبادة ولذلك نحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فعندما نتأمل هذه الآية يعني شو معنى أم اهتدوا لكن ما معنى زادهم هدى هؤلاء أصحاب الهداية هؤلاء المتقون يعني داوموا على العبادات والطاعات لكن مع المداومة يزيدون إلى عبادتهم نوعا جديدا من القشوع والتأمل والتواضع والتضرع لله تبارك وتعالى وكلما ارتقى الإنسان في العبادة ليس بمعنى أنه زاد فيها وإنما يستشعر حلاوتها من خلال التدبر لما يقرأ في صلاته من خلال التدبر لما يقول في ركوعه وسجوده من خلال استشعار أنه في الصلاة واقف بين يدي الكريم العظيم الحليم يستحضر صفات الله تبارك وتعالى وأسماء الله عز وجل الحسنى يستحضر صفات الجلال والجمال والكمال لله عز وجل فإذ به يخشع ويخضع وقد أشرنا من قبل إلى قول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا هو المعنى الذي يريده ربنا تبارك وتعالى هذه العبادة لا بد أن تفعل فعلها وعملها بداخل وإلا فهذه العبادة أؤديها كأنها عادة وهذا ليس هو المطلوب الله تبارك وتعالى عندما نقرأ في سورة الحجرات نجد قول الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى يحدثنا عن الأقلاقيات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نجد الله تبارك وتعالى يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا وأن النبي صلى الله عليه وسلم طريق هدايتنا ويقول لكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الرسول بيننا نعم من خلال سنته من خلال ما نقرأ حديث القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في آيات القرآن مثل ما قلنا الله تبارك وتعالى يقول للنبي يا أيها النبي اتق الله النبي توفاه الله تبارك وتعالى وبقي قول الله عز وجل في القرآن يا أيها النبي اتق الله بقي قول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا بقي قول الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذه كلها خطابات في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن خالد باق إلى يوم الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى هذا الخطاب ينسحب إلي أنا كإنسان مؤمن بالله تبارك وتعالى أقرأ القرآن عندما يقول القرآن بل الله فاعبد هذا الخطاب لي وبالتالي أنا لابد أن أستشعر هذه القراءة وأنا أقرأ القرآن الكريم عندما يقول ربنا تبارك وتعالى زين الإيمان في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولاك هم رشدون لابد أن أسأل نفسي شو معنى زينه في قلبي زين الإيمان في قلبي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا تب حبب إلينا الإيمان الحمد لله نحن نحب الإيمان ونحن نحب أوامر الله تبارك وتعالى لكن ما معنى زينه في قلوبنا الإنسان المحب الإنسان المحب تراه في كل أحواله وفي كل حركاته وسكناته يعيش مع محبوبه هذه حقيقة من أحب أحداً كان كثير الذكر له في مجالسه بل حتى في نومه يتمنى أن يراه في رؤيا في طيف يمر عليه وهو في نومه فما بالنا بالله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى الإنسان المؤمن المحب لله تبارك وتعالى يعيش مع الله عز وجل في كل أوقاته في كل حركاته وسكناته يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله حتى يصل إلى ماذا؟ يصل إلى مرحلة التلذذ بالعبادات على سبيل المثال نذكر مثالاً على ذلك من خلال الشعائر التي نحن مؤديها الصيام والله هذا عمل فيه مشقة على النفس ولذلك يمكن ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال كتب عليكم الصيام ما قال فرض عليكم الصيام صحيح العلماء والمفسرون كتب بمعنى فرض هذا معروف فينا اللغة لكن لما نتأمل القرآن سنجد ماذا؟ نجد الله تبارك وتعالى عندما تحدث في آيات الميراث قال فريضة من الله نجد عندما يتحدث القرآن في أول سورة النور وفيها من التشريعات تجد الله عز وجل يقول سورة أنزلناها ما قال وكتبناها قال فرضناها الصلاة ما قال عنها كتب عليكم الصلاة ولا الزكاة بل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لماذا في الصيام يقول كتب عليكم الصيام ذلك لأن الصيام في الحقيقة أمر فيه مشقة على النفس لكن الذي يخفف هذه المشقة ويرتق بها إلى درجة التلذذ أنني أتحمل ما فيها من انقطاعا الطعام والشراب مدة هذه الساعات من وقت الفجر إلى وقت الغروب وقد يكون ذلك في أيام الحر بل قد أكون أمارس عملا من الأعمال التي فيها مشقة كالبنائين أو العمال أو غير ذلك ومع ذلك يتحمل يتحمل هذه المشقة وفرق بين من يتحملها وهو لها كاره وفرق بين من يرى أن في هذه المشقة وسيلة القرب إلى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل أمرني بذلك فأنا أؤديها لأنني أحب الله تبارك وتعالى فأتحمل مشقة الطاعات ابتغاء مرضات الله عز وجل إذن هذا نعمل ماذا؟ هذا نعمل طريقة الوصول إلى مرحلة التلذذ بالعبادة حتى تصبح المشقة التي أؤديها في العبادات والطاعات تصبح لها لذة لماذا؟ أحبها لأنها تقربني من المحبوب من الله تبارك وتعالى معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الصحابي الكريم هذا الصحابي عندما نام على فراش الموت دكى من حوله قالوا له يعني أنت تفكي لماذا؟ أنت صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وكنت مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم ورويت الكثير من الأحاديث لماذا تفكي؟ أنت من الصالحين وأنت من أصحاب الصلوات وأصحاب قراءة القرآن وكذا وهو ممن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فبماذا رد عليه معاذ؟ لقد قال لهم كلمات تجد فيها أن هذا الرجل هذا الصحابي الكريم استشعر لذة الطاعة في المشقة التي كان يتحملها في العبادة الطاعة قال لهم إنما أبكي على ضمأ الهواجر هذا كان يصوم في شدة حرارة الصيف يقول أبكي على أنني سأفارق هذا الصيام ضمأ الهاجرة يعني الصيام في شدة الحر وعلى يبكي على ماذا؟ ضمأ الهواجر وعلى ثراق قيام الليل في شدة البرد وصحيح يعني في الدول حتى اللي فيها برودة شديدة الماء يتجمد هناك من الصالحين من يتحمل هذه المشقة ويقوم ويتوضى بهذا الماء البارد الذي لا يتوفر له أن يسخن الماء ماذا يفعل؟ ما عنده سخان هناك في بعض الأماكن نحن هنا الحمد لله من فضل الله علينا في نعم وفيرة لكن هناك من يتحمل هذه المشقة ويقول ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فيقول أبكي على ضمأ الهواجر أبكي على المعاناة من مسألة يعني البرودة وأقوم الليل وأنا أقوم الليل أبكي كذلك على مزاحمة العلماء في مجالس الذكر مجالس الذكر كانت قديما يعني فيها الكثير ممن يحضرون مجالس العلماء ويتزاحمون على العلماء يسمعون منهم هو يقول أن هذه المشقة وهذه المزاحمة وهذا التعب في سبيل تحصيل العلم هذا سأفارقه إنه يبكي على المشقة التي كان يعني يعاني منها لكنه يرى فيها وسيلة قرب ومحبة إلى الله تبارك وتعالى هذه حالة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أمور من هذه الأمور وأهم هذه الأمور معرفة الله تبارك وتعالى الإنسان الذي يعرف ربه جل وعلا يتعلق به حبه وبالتالي أوامر الله تبارك وتعالى تصبح بالنسبة له سهلة حتى ولو كان فيها نوعا من المشقة فالصيام مع ما فيه من مشقة إلا أن هذا الصيام هو من أوامر الله تبارك وتعالى وبالتالي يصبح على القلب سهلا ميسورا الذي يجعل الإنسان يتحمل الشدة ويقوم من الليل وأحيانا الإنسان قد يكون مريضا والمرض سبب من أسباب التخفيف عن الصائم أو التخفيف عن المصلي إنسان لا يصلي وهو قائم إذا كان مريضا يصلي وهو جالس أو غير ذلك من الأمور التي أباحها الله تبارك وتعالى لأصحاب الأعذار إلا أننا نجد كثير من الناس ممن عرفوا الله تبارك وتعالى وتعلقوا به حبه يجاهد نفسه ويتحمل ويقوم واقفا حتى يصلي بل ويتحمل ويصوم ويجاهد نفسه ونحن نعلم أن من الطرق الموصلة إلى محبة الله عز وجل لنا هي مجاهدة النفس ولذلك عندما يقول ربنا تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا هذا معنى جاهدوا في الطاعات ألزموا أنفسهم طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى ومن ألزم نفسه ذلك وسعى لمرضات الله عز وجل نال الفوز والرضوه ولذلك في الحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد هذه اللذة الإيمانية القلبية استشعر رضا الله عز وجل عليه يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما محبة الله عز وجل فمحبة الله ومعرفة الله عز وجل هذه تخفف عن الإنسان الكثير وتجعل كل الأعمال التي نؤديها أعمال سهلة ميسرة بل وتتحول هذه الأعمال إلى أن تصبح سجية وطبع في الإنسان على سبيل المثال يعني الإنسان الذي يلتزم بالصلاة والصيام وغير ذلك حديث الصيام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروي عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له هذا جزء يعني حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي الله تبارك وتعالى يقول ذلك هذا حديث قدسي الصوم لله تبارك وتعالى وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الحديث بألفاظه قال والصيام جنة هو معنى جنة والله هذا جنة أي وقاية وقاية بين الإنسان وبين ما يفسد صيام أو بين الإنسان وبين ما يوضي بالله تبارك وتعالى وسيلة يرتقي بها الإنسان إلى مرضات الله عز وجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام ترجم إلى سلوك عملي في واقع الإنسان ما معنى أن يصوم الإنسان عن الطعام والشراب ثم هو بعد ذلك يخالف أوامر الله تبارك وتعالى في الأخلاقيات وفي السلوكيات وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم هذه الجملة فليقل إني صائم إنسان يسير في الطريق ويجد أحد من الناس يستفزه وهو مثلا يقول سيرت أو أي شيء يستفزه أو يعتدي عليه أو يسعى للإيقاء به في أي عمل مضر لكن هذا إنسان صائم هذا في رمضان فقال كيف أرد السيئة بالسيئة بل إن من أوصاف المتقين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك لهم عقب الدار عقب الدار الجنة تبقى ليدرؤون الحسنة السيئة إذن هو عليه أن يبادر مباشرة بأن يبتعد عما يؤضي بالله تبارك وتعالى وأن لا يقع فيما ينقص ثواب صيامه فصيامه وإن كان صحيحا إلا أنه لو بادر السيئة بالسيئة هذا نقص لثواب الصيام بل قد يحبط ثواب صيامه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل إني صائم هنا أستنتج أنا من هذه الجملة أن أستنتج شيئين الأمر الأول أن هذا الإنسان محب لله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان يتلذذ بعبادة الصيام الأمر الثاني أن هذا الصائم أصبح لديه قدرة على التحكم في إرادته وعلى التحكم في نزعته الغضبية فإذ به يتحكم في نفسه ويقول إني صائم لأنه يحب الله تبارك وتعالى فالصيام هنا تحول إلى ماذا تحول من أمر شعائري إلى أمر سلوكي وإذ بهذا الإنسان بعدما تنضي أو ينضي هذا الموقف من حياته إذ به يستشعر نعمة الرضا ولذة الطاعة ويقول والله الحمد لله أنني لم أقابل السيئة بالسيئة الإنسان الذي يحرص على قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان وكلنا يجتهد في ذلك من من يعني يجتهد بقدر القراءة ويسعى جاهدا لختم القرآن الكريم من من يختم مرتين أو ثلاثة أو غير ذلك اقرأ كيفما شئ لكن حاول بقدر الإمكان وحاول أختي المشاهدة أن تتأملي كتاب الله تبارك وتعالى الإنسان عندما يخرج من قراءته بمعنى جديد أو حتى وإن قرأ بدون أن يستشعر المعاني لكن بعد الانتهاء من القراءة الإنسان يشعر بالفرحة ويشعر بنعمة السعادة وبالراحة النفسية والطمأنين القلبية هذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصائم فرحتان هذه لذة العبادة والله بعد نهاية الصيام نهاية رمضان أو نهاية اليوم وأنا أتناول طعام الإفطار وأدعو الله تبارك وتعالى أقول الحمد لله الذي وفقني الحمد لله الذي أعانني على أن صمت رمضان أو أعانني على أن قرأت القرآن أو وفقني لقيام ليل أو وفقني للصدقة أو وفقني لعمل صالح هذه كلها طعات وعبادات بعد أن تؤدى إنسان يقول والله مع ما كان فيها من مشقى وتعب إلا أنني أراض عن نفسي وفي نفس التوقيت أستشعر إرض الله تبارك وتعالى فأنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون الله في الحديث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لابد أن نعلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني هي هواه يعني موئله يعني رغباته حتى تكون رغبات الإنسان وموئول الإنسان وفق ما أراد الله ورسوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إيش تباعا لما جئت به حتى يكون هواه موافقا لما جئت به موافقا لمرضاة الله تبارك وتعالى ذلك الآية صريحة في هذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أنا عندما أتأمل حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في الفترة المكية النبي صلى الله عليه وسلم ركز معهم وفي تربيتهم على مسألة العقيدة ومسألة الأخلاق ولذلك كل صور القرآن الكريم المكية تناقش هذه المسألة مسألة العقيدة ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل ما يتعلق بتنزيه الله عز وجل ما يتعلق بالأخلاقيات ما يتعلق بمسألة الإيمانيات مسألة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب هذه كلها مسائل العقيدة اهتمت بها صور القرآن الكريم المكية الصور المدنية اهتمت بالتشريعات والله تجد الكلام على الحدود تجد الكلام في الاجتماعيات في الأسرة في الأحوال الشخصية هذه معظمة في الصور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه المسائل في مكة هؤلاء حديث عهد بالإسلام يعني أسلموا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتقي بهم إلى مسألة معرفة الله إلى مسألة حتى يصلوا إلى التلذذ بالعبادة وحتى تصبح العبادة بالنسبة لهم يعني هدف وشوق يريدون أن يصلوا إليه تحقيقا لحديث الله تبارك وتعالى الحديث القدس الله عز وجل قال إيه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه يعني أول شيء يكون وسيلة إلى محبة الله وإلى التلذذ بطاعة الله أن نحافظ على الفرائض بخشوعها وركوعها وسجودها والصيام والزكاة وهذه الأعمال التي هي أركان الإسلام الفرائض ثم بعد ذلك بعد هذه الفرائض يرتقي الإنسان محافظة على الصلوات محافظة على العبادات ماذا بعد ذلك؟ قال ولا يزال عبدي ولا يزال هنا إيه؟ في الاستمرارية الاستمرار على العمل المداومة يداوم على ذلك ومع المداومة هناك يعني معرفة كل ما هو جديد في الناحية الإيمانية والأخلاقية في ناحية ناحية فهم القرآن وفهم السنة في ناحية استيعاب ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستيعاب الواقع المعاصر يرتقي الإنسان مع الله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذا هو الهدف أن ننال محبة الله تبارك وتعالى فإذا نلنا هذه المحبة ما هي الثمرة؟ شو الثمرة أو النتيجة؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وضصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه لقد تحول هذا الإنسان من إنسان عادي إلى إنسان نال محبة الله عز وجل ولذلك هو يعيش مع الله عز وجل والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه مع المحسنين ومع المتقين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لشكر نعمته وأن يوفقنا لحسن عبادته وأن يوفقنا لنيل محبته وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر